لدى استقبال سموه لوفد رفيع من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل أشهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزر الموقر بجهود برنامج الموئل في دعم ومساندة الدول والشعوب في بلوغ غايات التنمية الحضرية المستدامة والتي تكفل مقاومات جودة الحياة للبشر في كل أنحاء العالم وأكد سموه أهمية تكاتف وتضافر جهود المجتمع الدولي في دعم المشاريع الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة في المجتمعات الفقيرة والأكثر احتياجا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر لغضبية صباح اليوم وفدا رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل برئاسة الدكتور عائشة كاسيرة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب المدير التنفيذي لموئل الأمم المتحدة وذلك بمناسبة زيارتهم إلى المملكة للمشاركة في اجتماع الشراكة الاستراتيجي للبرنامج مع مملكة البحرين ورحب سموه بزيارة الوفد إلى مملكة البحرين مشيدا بما يربط بين مملكة البحرين وبرنامج الموئل من علاقات قوية متمنيا سموه للبرنامج النجاح في تحقيق أهدافه النبيلة وأكد سموه أن البحرين مستمرة في مساندة ودعم كل ما يخدم البشرية ويأخذ بها إلى أسباب التقدم والحياة الآمنة المستقرة ودعا سموه إلى توجيه الموارد والطاقات نحو التركيز على خدمة الأهداف التنموية لمواجهة التحديات المعاصرة والإسهام بجهد أكبر للقضاء على بؤر الصراعي والمساهمة بإيجابية من أجل جعل العالم أكثر أمنا واستقرارا ونوه سموه إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومختلف برامج الأمم المتحدة المتخصصة انطلاقا من أهمية الدور الذي تنهض به في تعزيز التعاون الدولي وتحفيز الجهود الإقليمية والدولية نحو تبني مبادرات تدعم السلامة والاستقرار والتنمية من جانبها أكدت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب المدير التنفيذي لموئل الأمم المتحدة أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هو الرئيس الوحيد الذي حصل على أربع جوائز متميزة من الأمم المتحدة بما في ذلك جائزة إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية عام 2010 وجائزة بن سينا من اليونسكو عام 2012 ودرع الاتحاد الأفريقي 2012 من أجل السلام والاستدامة وجائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة هذا العام من الاتحاد الدولي للاتصالات وأبدت إعجابها بالإنجازات الكبيرة التي حققتها قيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحكومة مملكة البحرين والتي حضيت بتقدير عالمي رفيع تجسد في حصول سموه على أربع جوائز عالمية متميزة من الأمم المتحدة في إنجاز تفرد به سموه على المستوى العالمي بما في ذلك جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضارية والإسكان تقديرا لجهود سموه في مجال التحضر والحد من الفقر وقد عبرت نائب المدير التنفيذي للموئل الأمم المتحدة عن امتنان برنامج موئل الأمم المتحدة الخاص بفلسطين لدعم سموه للشعب الفلسطيني وقالت إن دعم سموه للشعب الفلسطيني أسهم في تنفيذ برنامج الموئل لبرامج تطوير وتأهيل وتخطيط مدن مختلفة مؤكد أن ما قدمته مملكة البحرين في هذا الإطار ساهم في تعزيز قدرات البرنامج للنهوض بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني بشكل كبير وقالت إن دعم مملكة البحرين لعب دورا حاسما في تعزيز وجود الموئل وأنشطته في فلسطين وإن سموه كان من أوائل من دعم برنامج موئل الأمم المتحدة بفلسطين الأمر الذي أسهم في ارتفاع موجودات الدعم من ثلاثة ملايين دولار إلى اثنين وثلاثين مليون دولار وذلك بفضل المؤازرة والدعم السخي الذي قدمه سموه في بدايات عمل البرنامج في فلسطين وأشارت إلى أن دعم مملكة البحرين وما حققته من نتائج إيجابية طوال هذه السنوات يعد نموذجا فريدا في تطوير المناطق الحضرية مؤكدة أن هذا الدعم سيتم عرضه في مؤتمر وزراء الإسكان العرب الذي سيعقد في القاهرة نهاية ديسمبر الجاري وأيضا في مؤتمر الموئل الثالث في الإكوادور عام 2016 باعتباره نموذجا محفزا للعديد من الدول المساهمة في دعم البرنامج وعبرت عن أسماءات الشكر لحكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على الدعم والمشاركة المتواصلة وطويلة الأمد مع موئل الأمم المتحدة المعنى بتطوير المناطق الحضرية مشيدة بالجائزة التي خصصها سموه في عام 2008 لتشجيع دول أخرى على العمل في مجال الإسكان والتنمية الحضرية وخلال اللقاء قدم الوفد لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر هدية تذكارية تقديرا لدعم سموه المتميز لبرنامج المستوطنات البشرية الخاص بالشعب الفلسطيني والمساهمات الكبيرة التي قدمها سموه للبرنامج والتي عززت من قدرته على استقطاب المزيد من الدعم من الدول العربية والمجتمع الدولي وساعدت البرنامج على النهوض بمسؤولياته تجاه المجتمع الفلسطيني وقد أكد الوفد أن النهج الذي تسير عليه وطيرة التنمية الحضرية المستدامة في مملكة البحرين جدير بأن يكون موضع الدراسة والتقييم للاستفادة منه كأحد أفضل الممارسات التي ستسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها قمة الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي